وينضم إلينا من بغداد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عزيز جبر شيال أهلا بك دكتور عزيز إلى نشرتنا لهذا اليوم نبدأ من حيث انتهى الدكتور الحديثي وهو يتحدث عن قضية الرد على نواب اتهم رئيس مجلس الوزراء في أوقات متباينة بعقود فساد بدفع رشاوة وما إلى ذلك يعني يبدو أن المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء لديه وثائق مقابلة يعني هؤلاء النواب ألا يعرفون بهذه الأحكام القضائية في هذه البلدان ضد هؤلاء الأشخاص يعني إذن هل هناك فعلا عملية إجغال للرأي العام شكرا جزيلا أستاذ محمد تحية لك والمشاهدين الكرام الحقيقة يعني احنا مع اقتراب موعد انتخابات سواء كانت انتخابات مجالس محافظات أو انتخابات عامة تبدأ حمى التسقيط وتبدأ حمى الاتهامات ترتفع درجاتها ولذلك أعتقد أنه أحيانا بعض النواب يلجأ إلى إطلاق بعض التصريحات دون وعي من جهة وكذلك أيضا هو الهدف أن يأخذ كلمة معينة تمس الشخص المراد تسقيطه حتى يبدأ بترويج ما يراه هو دون الالتفاة إلى التداعيات التي ربما تكون تداعيات قانونية إذنه ليس من المعقول أن يكون نائب بمستوى السيدة حنان الفتلاوي أن تطرح هكذا أمور على شخص كانت هي مقربة منه وكانوا من ضمن قائمة واحدة لكن كما نعلم جيدا أن سيدة حنان قد شكلت حزب إرادة جديد ولذلك هي تريد أن تكسب أكبر قدر ممكن من الجمهور إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن هذه السيدة أيضا لها جمهور واسع جدا وهي من بين السيدات القلاء اللائي حصلنا على أصوات أهلهن إلى الدخول إلى مجلس النواب أعتقد القضية هي بهذا المستوى وليست أكثر من ذلك طيب بخصوص ما قاله رئيس اتلاف دولة القانون نوري المالكي حين دعا إلى وحدة الكلمة التسامح هاجم وسائل الاتصال الاجتماعي الفيسبوك والتويتر وغيرها يعني يقول أن هناك نوع من الأكاذيب هناك نوع من المؤامرة تحاك ضد العراق من أجل تمزيق لا بد من مواجهة الدعاة الطائفية والتطرف والإرهاب هل تعتقد أن هذا الخطاب مقنع للرأي العام وهو يرى أنه نواب ومسؤولين كبار وقادة في البلد يتبادلون الاتهامات ويسقط أحدهم الآخر نعم المشكلة أنه في أغلب السياسين وربما يكون من بيناتهم السيد نوري المالكي أنهم قليلوا خبرة في مسألة التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي نحن اليوم نعيش في عصر ثورة المعلوماتية وثورة التكنولوجيا في الاتصالات وكذلك أيضا نحن نعيش نظام ديمقراطي بدأ الناس يعتادون على انتقاد المسؤولين وأيضا الحديث بصوت عالي ولذلك أنا دائما أقول أنه لا بد من أن يعلو صوت الشعب وعلى المسؤول أن يستمع لأن ليس من حقه أن يصم آذانه من هنا أعتقد التعامل مع هذه الأمور هناك أمثلة كثيرة نرى أن بعض الرؤساء وبعض الوزراء يقذفون بالبيض والطماطع وغيرها ومع ذلك تمر الأمور مرور للكرام هذا لا بد من أن يتحمل وزر المسؤولية جزء من ضريبة المسؤولية والحكم هو أن يتحمل رأي الشعب فيه حتى وإن كان مغايرا لأراي حتى وإن كان فيه بعض المصداقية وليست كاملة نعم ننتقل إلى زيارة وفد من التحالف الوطني برئاسة رئيس التحالف لهذه الدورة سيد عمار الحكيم إلى القاهرة لقاء مع الرئيس المصري لقاء مع وزير الخارجية خلال اللقاء مع الرئيس المصري دعا سيد الحكيم إلى بناء تحالف استراتيجي بين البلدين يعني كيف تعلق على الخوض في صميم العلاقات الثنائية بين البلدين بهذه الطريقة نعم هذه هي مشكلة أغلب السياسيين العراقيين هو أنه عندما يذهب بوفد رسمي أو عندما يتحدث عبر وسائل الإعلام يتصور نفسه هو المسؤول والآمر الناي هذا الموضوع هو يخص السلطة التنفيذية بشكل مباشر ويخص الرسميين أنا لا أعلم هل أنه قد استشار رئيس الوزراء في هذا الموضوع وهو يتحدث بصفته كرئيس هيئة التحالف رئاسة التحالف والتحالف الوطني برمته هو جهة حزبية لا علاقة لها بالعمل الرسمي نعم عضاء الحكومة جلهم من التحالف الوطني ولكن مع ذلك هذا لا يبيح لرئيس التحالف أن يتحدث بهكذا أمر ثم أن مسألة التحالف السياسي والاستراتيجي هذه مسألة كبيرة جدا وفيها تداعيات إقليمية هناك ارتباطات للعراق مع دول أخرى ربما يغيظها هكذا توجه أنا بالحقيقة ربما تكون هيها وجهة نظر للسيد الحكيم وليست معبرة عن وجهة النظر الرسمية لأنني لم أسمع هذا الكلام من أي مسؤول رسمي نعم دكتور عزيز بخصوص ورقة التسوية التاريخية التي يلتزمها التحالف الوطني وخصوصا سيد الحكيم طريحت في هذه الزيارة على الرئيس السيسي وطريحت على وزير الخارجي المصري هل ما زالت تحالف الوطني متمسكا بهذه الورقة باختصار لو سمعت نعم الموضوع التسوية أعتقد أن أطراف التحالف الوطني ليست كلها على قلب واحد إذ أننا نعلم أن التيار الصدري له رؤية أخرى وحتى صرحوا علنا بأننا لسنا من التحالف الوطني ولا علاقة لنا بما يجري كذلك أيضا هناك أطراف أخرى في التحالف ربما لا توافق السيد الحكيم ومنهم الشخصية الأقوى في التحالف الوطني وهو سيد نور المالكي ربما لا يشاطرهم الرأي في مسألة التسوية إلا بخطوطها العامة القضية برمتها أعتقد أنه يراد منها أن يكون هناك ضاغط إقليمي على الداخل ولا سيما على المكون السني كي يتقارب مع الورقة التي قدمها التحالف الوطني إذن من بغداد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عزيز جبر شيال شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك إنشاء التحالف stan